لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أنها تمنت له القوة أن تعود له قوته من حالة الضعف التي مر بها بسبب هذا الفيروس والأمر الثاني الشجاعة الشجاعة من ماذا؟ في مواجهة ما بعد الإصابة هل الرئيس في وضع ما؟ صح ما؟ تقتضي أن تكون له الشجاعة الأدبية أن يظهر ويتحدى مهما كان الوضع الذي فيه أيضا أن تكون له الشجاعة في مواجهة هذه التحديات اللقائمة سواء على مستواه الصحي أو على أمور أخرى كلمة الشجاعة توضع أم تحتها عدة سطور قد تتعلق فيها قراءتين أن الأولى تتعلق بما آل إليه الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا ونحن نعلم أن عمره 75 سنة وليس من السهل أن يعود إلى وضعه الطبيعي كما كان خاصة بأن الضربة قوية في سدره أيضا وأتكون له الشجاعة أن يواجه الجزائريين ويواجه المرحلة بهذا الوضع الصحي الصعب لن يكون على ما يرام الأمر الثاني أن تكون له الشجاعة في مواجهة التحديات وأشياء أخرى لا ندري ماذا يقصد بها هنا ذكرت في بقية فطرة النقاح معناها هنا في بقية بأن الرئيس حسب هذا البيان أن الرئيس دخل في مرحلة نقاح معناها أنها أيضا مرحلة الفحوصات الطبية التي سموها من قبل انتهت وأنه في مرحلة نقاح وأنه البقية معناها ما زالت أمامه في مرحلة نقاح إذن المعلومات كثيرة في هذه الرسالة ويبدو أن رئاس الجمهورية فضلت هذه الطريقة لأنها أدركت أن المعلومات التي تقدمها لم تعد لها مصداقية ولكن إن قدمت معلومات على لسان المستشارة الألمانية التي يتواجد الرئيس عبد المجد التبون على أراضيها وفي مستشوياتها ستكون لها أكثر مصداقية وطبعا رغم ذلك أن الجزائريين استعادوا صور أنجيلا ماركل وهي متستقبل من طرف بوتفليقة وفي وضع صحي وهناك حتى من ذهب إلى أن النظام الجزائري استنجد مجددا بأنجيلا ماركل علها تعطي انطباع وتمرر معلومة ما حول الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد التبون ولكن نحن ندرك أن المستشارة الألمانية في دولة لديها مؤسساتها ولديها ثقلها ولديها وزنها وليست من الدول التي يمكن أن تستعمل في إطار أر قد ينقلب عليها مستقبلا وينقلب على حزبها وينقلب على سياستها ومثل هذه الأمور إذن هذا البيان وضح أن الرئيس أخبرتنا أنجيلا ماركل بعدما رئاسة الجمهورية أدركت تماما أنها لم تعود لها مصدقي والسبب ممارسات بوتفليقة السابقة ثم الممارسات لاحقة بدأت منذ إصابة الرئيس عبد المجيد التبون بفيروس كورونا حيث للأسف مؤسسة مثل رئاسة الجمهورية وما لديها من إعلام تتغلب عليها صفحات فيسبوك ومن طرف أشخاص هناك من ليس له أي ثقة إعلامي ولا تجربة حتى تجربة إعلامية ينشر أخبار على الرئيس يتم تصديقها من طرف الجماهير الجزائرية أكثر من الأخبار التي تأتي بها رئاسة الجمهورية بل أنه لو تعود إلى صفحة رئاسة الجمهورية وتشاهد التعليقات من طرف الجزائريين والله سيندى الجبيل عندما تذهب إلى صفحات رئاسات وحكومات دول أخرى تجد أبناء الوطن يصدقون ما يأتي من حكومتهم ولكن لو تذهب إلى التعليقات من طرف الجزائريين إلى الأغلبية الساحقة بين من يتمنى له الشفاء وبين من لا يصدق ما تأتي به هذه الرئاسة إذن أنا قرأتي الشخصية أن رئاسة الجمهورية أرادت أن تعتي خبر عن ما آل إليه الرئيس بناء على مصدر آخر لأنها لم تعد مصدر موثوق حتى لو أعطت الحقيقة لم يعد يصدقها أحد لأن الجزائريين لن يصدقوا حتى مركب بحد ذاتها لن يصدقوا ما جاء على رسالها وما جاء في رسالتها هم سيصدقون الصورة نحن في عصر الصورة إذا ظهر الرئيس سيصدقون ما يقال عنه أو ما يقوله بنفسه عدم ظهوره سيؤدي دائما إلى الإشعاعات المورد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله